موسيقى لقد شهد يوم الأربعاء الفائز أو الماضي تكريما للأطر النسائية بهذه المدينة سواء على مستوى الكلية أو على مستوى الهيئات السياسية بداخل مدينة فاس كما شهد يوم الخميس ندوة حضرة فيها مجموعة من الأساسدة والمهندسين تناولت موضوع الماء والتلوث لأن الندوة ككل موضوعها حول التلوث البيئي أو كيف يمكن إيجاد حلول لمواجهة هذا التلوث كما شهد يوم الجمعة حضرة مجموعة من الطلبة وامطلبة الوساطة الأسرية بقسم الماستر وكذلك مجموعة من الطلبة الدكتورة حقوق الإنسان حضرة في مندوبية وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بمدينة مكناس حيث عالجوا موضوع التلوث بحضور أطر في تلك المندوبية وكذلك مجموعة من الأساسد من ضمنهم الأستاذ القدير عبدالإله القاسمي وكذلك الأستاذ الغياتي وكذلك عميد الكلية الذي أتقدم إليه بالشكر من هذا المنبار لصهره على هذه الندوات كما نشكر الأستاذ القديرة حكيمة الحطري على تطيرها لهذه الندوة التقافية التي كانت بشاركة مع شركة أوزون والسلام عليكم